خبر مهم بالنسبة لإنفيديا ومبارح تجاوزت قيمتها السوقية أبل أصبحت الآن تتربى على المركز الثاني بعد مايكروسوفت فوق ثلاثة تريليون دولار مثل ما أنت ذكرتي طبعا هذا مدفوع بطلبات كبيرة وعندهم باكلو كتير كبير إيلون ماسك كان واحد من الناس اللي عمل طلبات كتير كبيرة من إنفيديا لتسلا ولأكس اي آي بالإضافة لطلبات كتير مدفوعة للجي بيوز اللي بتصدرها إنفيديا فطبعا من أول السنة الإي آي والدكاء الصناعي دفع الأسهم والأرباح من إنفيديا لأرقام قياسية ومع ارتفاع قطاع التكنولوجيا بشكل عام مثل ما أنت ذكرتي في ارتفاع تقريبا للكل وإنفيديا استفادت من هذا الموضوع بشكل خاص طيب هاني لابد أن نتحدث عن أخبار أنه كان في شحنة رقائق من المفترة الذاهبة إلى تسلا من إنفيديا أصبح أنه حولها إيلون ماسك لأكس وأكس اي آي ماذا يقول لنا هذا الموضوع بالنسبة لأولويات إيلون ماسك بالنسبة لشركاته الثلاثة التي نتحدث عنها؟ يعني في زمن غير هذا الزمن يمكن هذا خبر عادي مدير تنفيذي يحول بعض الموارد من شركة لشركة تانية وهو بدير عدة شركات لكن اليوم أي خبر في إنفيديا في إيلون ماسك وفي تسلا أكيد رح يتصدر العناوين وهذا الخبر بيجمع كل هاي الأفراد مع بعض منذ ما ذكرت اليوم بشكل عام إيلون ماسك عمل كوميتمت كتير كبير مع إنفيديا أكيد ساعدتها ودفعتها بس في نفس الوقت إيلون ماسك عنده طموح كتير كبير بموضوع الإي آي نتذكر إحنا موضوع أنه كان هو من المؤسسين لأوبن إي آي وما مش يحالوا مع أوبن إي آي وتركهم وركز على إكس والسنة الماضية خلق منصة أو عمل كوميتمت لإكس إي آي ومثل ما ذكرت بالخبر السابق عم يحاول يبني سوبركمبيوتر وعم يحاول يحط كمية ريسورسز وموارد كتير كبيرة وراء إكس إي آي وقدر تقريبا يأمن حوالي 6 مليال دولار لتدعم الرودماب والفيجن اللي عم يطوروا في إكس إي آي من ناحية تانية ماسك وضعه كرائد أعمال أكيد مشهور وكبير مع تسلا على المحاك لأن الأسبوع الجاي في تصويت للمساهمين من تسلا على الكمبنسيشن باكيج اللي هي كانت ب2018 المساهمين أقروها لماسك كتعويضات أو أجور مقابل الخلس سنين اللي هو نجح الحقيقة في إدارة تسلا ووصولها إلى مستويات كتير كبيرة لكن المحكمة في ولاية ديلاور في أول هاي السنة قررت أنها ما تمشي الموضوع وهلأ في الأسبوع الجاي عادة تصويت من المساهمين فقد يكون برضو هذا الخبر في تحويل هاي الموارد يقاس أنه وماسك كان علنا نقال أنه أنا يمكن أحول الاتنشن والكوميتمن تبعي وتوجهي إلى محلات تانية لو ما قدرت في خلال التصويت اللي راح يتم الأسبوع الجاي من المساهمين في تسلا أحصل على اللي بدي إياه هو طبعا بده يرفع نسبة أو حسطه في تسلا إلى أكثر من 25% حسب ما ذكر فاليوم قد يكون هناك تقاطع وبعض التوجهات من ماسك أنه يحاول يحط ضغط على هذا الموضوع في خلال أيام الجاي هاني بدي نختم المقابلة بأنه توضح لنا شوي الصورة لمن لا يفقه بالتكنولوجيا لمن نتحدث عن سوبركمبيوتر اللي بده يعمله بمنفس عما نتحدث ما هو ما فوائده لماذا يقوم إيلون ماسك بهذا الأمر ومن ناحية أخرى ما الذي يود الوصول به بأكس منصة أكس هالأكس أي آي ما فهومي ولكن أكس اللي هي تويتر سابقا لما بده يستخدم تطبيقات ذكاء الاصطناعي ما الهدف بمثل هذا النوع من المنصة يعني باختصار ندين سوبركمبيوتر هو كمبيوتر خارق مشان هيك الرقائق والمعالجات اللي بتنتجها انفيديا اللي هي عندها قوة أكتر بكتير من مثيلاتها تستخدم خاصة بكميات كبيرة والكميتمنس اللي بتنعمل من الشركات الكبيرة لتقوم برفع كفاءة وإمكانيات هذا الكمبيوتر الخارق خاصة في مجال الإي آي لأنه مجال الذكاء الصناعي يحتاج إلى كمية معالجة سريعة وكبيرة جدا لأنه هذا الكمبيوتر رح يتعلم على كتير من الموارد الموجودة على الإنترنت لحتى يقدر أنه يلبي الاحتياجات في الذكاء الصناعي وأعتقد صار موضوع للتشات جي بي تي وأمثلة مشابهة لإله صار الناس والمشاهدين واضح بالنسبة لإلهم كيف الريسبونس والإجابات تبع الذكاء الصناعي لأنه صار في عنده كمية ذاكرة وريسورسز مخيفة بتموا علاجتها بسرعات كتير كتير عالية من ناحية تانية I think توقع أنه ماسك حسب ما أعلن بده ياخذ منصة X لتصبح تطبيق شامل أكتر من اللي كان يعملوا تويتر في السابق مدعوم بالذكاء الصناعي مشان هيك وحاطت كمان كميتمنت كتير كبيرة على موضوع XAI اللي هو رح ينافس فيها OpenAI ورح ينافس فيها جوجل حتى تكون مدعومة بهذا الموضوع فهي طبعا الأشهر والسنوات الجاي رح يكون في منافسة كتير شديدة اشتركوا في القناة